ذكرت حضرتك بربما أهمية التنسيق مع دول الجوار بما أن هناك تهريب فعلي كيف من الممكن أن يضع هنا العراق آليات معينة على الأقل تنسيقية مع الدول الإقليمية والدول المجاورة التي يهرب إليها الدولار يعني دعيني أكمل فقط الفكرة يعني زيارة السيد السوداني قبل أربعة أيام إلى وزارة التجارة أعتقد هو هذا ناقص الخطر الذي تقفل السوق العراقي اليوم عندما أراد أن تزيد السلة الغذائية وتحسين نوعيتها أراد أنه المواطن العراقي البسيط أراد أن لا يتضرر من خلال دعم السلة الغذائية والبطاقة التنوينية حتى يستقر السوق على الأقل السوق الغذائي وأعتقد أنه مجاز في ذلك حتى يسيطر على سعر الدولار اليوم يجب أن تكون هناك حركة سياسية كبيرة لدى دول الجوار المعاقبة أمريكيا اليوم الدولار يهرب إلى الجمهورة الإسلامية إلى تركيا إلى الخليج إلى لبنان إلى سوريا ومعروفة الأشخاص والأسماء والمصارف التي تتعامل في هذا الموضوع يجب أن يكون هناك جهد سياسي داخلي للملمة أوراق العملية السياسية في موضوع الاقتصاد لأن اليوم الاقتصاد عصب الحياة لا يستقر الأمن بدون الاقتصاد ولا يستمر الاقتصاد بدون أمن فأعتقد أن اليوم السيد السوداني أعتقد رجل جاد في معالجة هذا الموضوع ولكن الآفة كبيرة جدا وهي جزء من معركة الفساد التي جثم على صدر العراقيين من ذلك التاريخ إلى هذا اليوم طيب إذا ما كانت هي المشكلة تحتاج إلى جهد سياسي على ماذا يستند هذا الجهد السياسي بتقديركم يعني تعلمين سيدتي أنت في الإعلام مراقبة جيدة وأنا في التعليل السياسي والإعلام يعني هناك مصارف وهناك من يدخل إلى المنصة اليوم التهريب واضح من أين يأتي ولا أين يروح وإلا لماذا اليوم السوق عبر الخمسة وستين يعني مية وخمسة وستين ألف لماذا هل يوجد أزمة اقتصادية في العراق؟ هل يوجد حرب؟ هل يوجد تهديد؟ لا يوجد اليوم الدولار يتصاعد والعراق لم يتأثر في موضوع حرب إقليمية أو غيرها اليوم هناك مضاربات وهناك تهريب التهريب يعلمون ليس المواطن ليس أنا وأنتي وليس التاجر البسيط هناك من يهرب الدولار وهذه مشكلة المنصة والبنك الفيدرالي ونظام السوبت هو الذي حصر بعض الأسماء ودخولهم إلى المنصة فيجب أن تدخل كل الأسماء والعناوين في المنصة لغرض السيطرة على قضية تهريب الدولار فعلا وهناك من يستثمر الحرب الخارجية في الشرق الأوسط والصراع حتى يستثمر هذا الموضوع في تهريب ربما العملة وما شبه ذلك